يكرهون جبريل عليه السلام كراهية لا هودة بينما يحبون ميكايل ويسرف في الثناء عليه وتمجيده بصورة عجيبة لا تصدق يفعلون هذا منذ مئات السنين هم يهود بني إسرائيل وهذه هي قصتهم مع جبريل وميكايل وسر كرههم للأول وحبهم للثاني كما أخبرنا عنهم الشرع الكريم والنبي العظيم كراهية عمياء كان يكنها اليهود لجبريل عليه السلام في زمن النبي الكريم فكانوا ينفرون من زيرته بصورة لا تصدق ويبغضونه بينما يتفننون في الثناء على ميكايل عليه السلام ويصفونه بأجمل العبارات ونتيجة لذلك نزل قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين وعن ذلك يروي بن عباس أحد الأحاديث فيقول أقبلت اليهود إلى النبي فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك من عند ربه عز وجل بالرسالة وبالوحي فمن صاحبك قال جبريل قال ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتال ذاك عدونا لو قلت ميكايل الذي ينزل بالقطر والرحمة تبعناك وبعدها نزلت الآية الكريمة التي ذكرناها وبينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا في أحد الأيام إذ أتى ابن جوريا أحد أحبار اليهود وقال لهم من الذي ينزل عليك بالوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال اليهودي لو كان غيره لآمن بك جبريل عدونا لأنه ينزل دائما بالخاسف والعذاب ولكن ميكايل ينزل بالرحمة والغيث والخصبة ويحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له أرض في أعلى المدينة كان حين يذهب إليها ويمر على مجالس اليهود ويجلس إليهم حينها اعتقدوا أنه يحبهم فقالوا له إننا نحبك ونحترمك ونطمع فيك وكان الفرق ذاكيا ففهم مرادهم وقال والله ما جالستكم حبا فيكم ولكني أحببت أن أزداد تصورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه ما في كتابكم فقالوا له ومن يخبر محمدا بإخبارنا وأسرارنا فرد عليهم الفاروق قائلا إنه جبريل ينزل عليهم من السماء بأخباركم قالوه وعدونا فقال عمر كيف منزلته من الله فردوا قائلين إنه يجلس عن يمين الله وميكايل يجلس على يسار الله فقال عمر ما دام الأمر كما قلتم فليس أحدهما عدو للآخر لأنهما عند الله في منزلة واحدة فمن كان عدو لأحدهما فهو عدو لله فلن تشفع لكم عدوتكم لجبريل ومحبتكم لميكايل لأن منزلتهم عند الله عالية ثم إن الله عز وجل اسمه الحق وما ينزل به جبريل الحق وما ينزل به ميكايل الحق والحق لا يخاصم الحق وقال لهم عمر أنتم أشد كفرا من الحمير وبعدها ذهب عمر إلى النبي الكريم فلم يكد الرسول يراه حتى قال له وافقك ربك يا عمر وتنزل قول الله تعالى كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين فقال عمر يا رسول الله إني بعد ذلك في إيماني لأصلب من الجبل